ترجمة نانسي قنقر أقول أن على المنطقة العربية وبالأخص في فلسطين عليهم أن لا يعولوا حتى على بايدن الذي ينتظره بفارغ الصبر للأسف وأنا أكرر وأؤكد أن البيت الأبيض بمن يعتليه لو كان عربي لن يقدم شيء إلا ما تريده إسرائيل والموساد الإسرائيلي بامتياز في متابعة الانتخابات الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين من قيادة ترامب وبايدن هناك تقارب كبير في النتائج والنسب في النهاية كمجتمع فلسطيني ندور على اللي بصب في صالحنا أكثر لا أعرف إذا كانوا شفنا تجربة الجمهوريين كان هناك تقارب كبير بين ترامب ونتينياهو وقدم له كثير خدمات في الشرق الأوسط لا أعرف كيف تكون تجربة بايدن أنا من وجهة نظري أن الانتخابات الأمريكية مهما تغيرت الوجوه فالسياسة الخارجية هي واحدة وسياسة دائما هي تميل إلى الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي وإحنا إذا شعبنا الفلسطيني مر علينا أكثر من رئيس وكلهم طبعا لم يغيروا شيء من الواقع الفلسطيني أطلع عدل أطلع عدل أطلع عدل أطلع عدل